التونة الحمراء تصنع الحدث هذه الأيام العاصمة من بين الولايات الساحلية التي تعرف وفرة في هذا النوع المحبوب من السمك طاولات منتشرة على جنبات الطرقات توافد كبير للمواطنين يقابله تنافس بين باعة الطاولات وأصحاب المسمكات بأسعار تتراوح بين ألف وألف ومائتي دينار للكيلوغرام الواحد كي نحوت في لك الصغيرة كي يتموت في الماء شجست ما يرمي البالونك ديالو تموت في الماء تبات كلي لكون بلي هي في الماء حتى الصباح وصيد كانوطة صغيرة يجيبها في لك الصغيرة يجيبها مكركرة تلحق هذه الدونجي هنا نجيب الحوت يطع العابور لا نجيبوش مكركر ولازم تسوفرش طاندة بس كامل لحم لازم يطلع ترفضوا بلقري كما نفضوا بلقري من البابور للكميون الكميون دي ركل الطابلة ما يشد انتباهك هو انتشار طاولات الباعة على حفة الطرقات بيع هذا السمك تجارة مربحة يصل معدل الربح في السمكة الواحدة ما بين عشرة ملايين إلى خمس عشرة مليون سنتيم وان كان كثيرون لا يحترمون شروط النظافة فاقتناء التونة الحمراء مقترن بشروط عدة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسرعة تعرض هذا النوع من اللحوم إلى التلف الحمد لله لابد أن نستغل هذه الفرصة حتى يجب على المستهلك الجزائري بهذه المادة لان اذا اردنا ان نكون مثاليين قال لا لابد ان تباع في المسمكات بدرجة حرارة وبشروط العرض احنا عدنا مسمكات احنا الان ما يحدث في سوق السمك نفس الشيء ما يحدث في سوق الخضر والفواكه لما تروح تشريها من المحلات النظامية تشريها غالية ولما تروح تشريها من بره فوق الرصيف لأسف لانه غياب الاسواق الجوارية تشريها بأثمانين معقولة المذابين تكون هناك شروط جيدة ويمنع بيعها خارج هذه المحلات ولكن اذا غابت هذه الظروف نشوفه الى ما هو اقل ضرر بمعنى انه الناس اللي راي تبيع فيها الان راي تخلق تنافسية لانه لو كما كانش هذه الحبات اللي رام يجيبوهم الشباب يبيعوهم البرا ما كانش تحبط ثمانين الف اطباء يحضرون من خطورة شراء سمك التونة الحمراء عبر الطاولات العشوائية خاصة الذي يكون عرضة للشمس وما قد يسببه من مخاطر كالتسمم خاصة لاصحاب الامراض المزمنة قادر تكون هناك انتوكسيكاسيون يمرضو ماشي امراض مزمنة من المرض هذك يقدر يجوز عليها بسهولة نهار يومين فات نسبة مئوية قادر تتوقعوا حاجة اخرى خاصة الناس اللي ربما المناعتهم ناقصها ربما الناس كبار ربما الناس صغر هذة الدفاع الصغر ولا الناس كبار بزاف السن ولا امراض مزمنة اللي تنقصهم المناعة ما يدفونيش على روحهم يقدر يوصل حذاري ثم حذاري وما تشوفوش في الشمس في كل قاعدة المأكولات ينسان يرد بالهم لازم يا رب اللي الحوت لازم يشريه صباح بكري صباح بكري كي يجي الحوت فريشك ما نتها لا ديقر داسون تالحوت هذا يتكون قليلة ما زان ما بداش في الفرمونتاسون تاحا مبرك حاجة ثانية لازم يشريه للناس ذو ثقة ذو ثقة ليتعمد على ثقة تاحهم هذه وحدة ثانية ناس اللي معارفهم شاناولي يا جبري فرمي يشريش عليهم حاجة ذلي ذاتوا يشوفو حكايات على الصحة والنظافات على الطابلة هذه ما الحوت ما لزيكستونسي قالوا يخدم بهم التونة الحمراء من الأسماك المهددة بالانقراض وعلى هذا فإن صيدها دوليا مرتبط بنظام الحصص لكل دولة تحدده اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي وعرفت حصة الجزائر عدة ارتفاعات لتبلغ 1650 طن فيما تتواصل حملة الصيد الرسمية إلى غاية الفاتح جويليا ترجمة نانسي قنقر